ذكر أسين يعني برضو لا يمكن أن نخفل موضوع البريكس ودخول مصر في البريكس كنقدر نقول أحد النمور الكبرى في إن شاء الله المنطقة يعني طبعا 40% من عدد سكان العالم في البريكس 25% من الجي دي بي إيل على مستوى العالم أو الناتج المحلي الإجمالي الربع بتاع العالم كله من دول البريكس دول البريكس ما كانش يسمها بريكس كان يسمها البريك قبل انضمام جنوب إفريقيا قالوا المصر في ذلك الوقت في الحقبة التاريخية قبل 2011 بقى قالوا للقيادة قالوا تعالي انضم لي هذا البريك قال لهم لا مش هننضم طب إيه السبب لأن احنا كنا حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية وهنا نرجع تاني لنقطة مهمة وعميقة كبيرة جدا بعد 30 يونيو القيادة المصرية وخاصة سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي لا يفكر في الشركاء الاستراتيجيين العاديين ولكن بيفكر في شركاء استراتيجيين غير تقليديين تنوع في العلاقات يعني بالضبط حتى اللي ما كانش فيه نقدر نقول تواصل كبير فيما بينهم دول اللي ما فيش تواصل كان ما بينها بدأنا نعمل تواصل أكتر على سبيل المثال يعني دول اللي فيش جراد بالضبط بالضبط أزربيجان أرمينيا كنا الأول مرة نسمع يعني إحنا عايزين إيه من أزربيجان عايزين إيه من أرمينيا عايزين إيه من مجمع فيش جراد إيه إيه كل إيه الليه البريكس إيه المشكلة ولكن النظرة القيادية للقيادة المصرية بتاعتنا قبل 2011 لا أنا خاف عشان الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الأساسي لكن من بعد 30 يونيو لا أنا مش عندي الشريك للولايات المتحدة الأمريكية أنا بدور على شركاء استراتيجيين غير تقليديين منهم زي ما حضرتك ذكرتي دول تجمع الفيتش جراد السبعة في أو الأربعة في وبدأنا نتكلم وبدأنا سيادة الرئيس برضو يسوق للمنطقة المصرية أو الدولة المصرية في هذا التكتل وفي 2017 لأول مرة رئيس دولة المجر يدعو رئيس دولة عربية في هذا التجمع وبدأ سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2017 زار هذه القمة وبدأ يتكلم على الإمكانيات والبنى التحتية والفرص الاستثمارية الموجودة عندنا في مصر وبدأ يتكلم عن حاجة كويسة جدا نحن نتمنى أن في ظل بعد هذه الظروف وبعد هذه الصدمات الخارجية نحن نحقق تجمع صناعي لهذه الدول الأربعة بولندا والمغر وتشيزكولفكيا وسولفكيا يعني أننا نعمل هذا التجمع ونعمل منطقة ونعمل بنك كمان لهذا التجمع موجود عندنا في مصر فأنا أعتقد أننا بعد هذه الصدمات ممكن نفكر مرة أخرى في أعادة إحياء هذه المشاريع وعايز أقول لحضرتك على حاجة برضو سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايماً بيتكلم ما عندناش مشروع بيموت أي مشروع فشل على سبيل المثال تشكى دلوقتي حضرتك دلوقتي كان يعني كان بيستخدم دلوقتي مشروع تشكى إحنا قعدنا إحياء هذا المشروع مرة أخرى زودنا إمكانياته وبعد ما كان على حوالي 500 كيلو متر بقى دلوقتي انضمي له 600 كيلو متر وبقى أصبح بما يعادل مليون ومئة فدان وبدأنا أن نزود هذا المشروع أيضاً بشراكة من الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي داخل في كثير من المبادرات معنا زي الصناعات الزراعية وخاصة أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الأمن الغذائي العالم كله أستاذ صحر بيدور على الأمن الغذائي وأنا أعتقد بزيادة هذه البقعة الزراعية في تشكى وإحياء مرة أخرى هذا المشروع مرة أخرى بدأنا أن يكون عندنا مليون ومئة فدان هذا المليون ومئة فدان حيكون من خلاله مزرعة كبيرة جداً جداً لتصدير الطمر للعالم وللخارج احنا كنا بنزرع الطمر ولكن حيات التصدير ما كانش عندنا التصدير وإمكانيات التصدير ولكن لأنها كانت بتحتاج أنواع معينة من الطمور بدأنا أن احنا نفكر في عملية التصدير وعايز أقول لحضرتك أن هذا الفكر ماشي عليه سيادة الرئيس عايزين نقول أننا عندنا خلل في الميزان التجاري خلل بين الصديرات والواردات بما يعادل 37 مليار دولار سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لو تفتكر حضرتك في 23 في نوفمبر كان في مؤتمر للصديرات المصرية عندنا في مصر وكنا بنتكلم على رفع حجم الصديرات المصرية من 37 مليار دولار إلى 100 مليون دولار في 2025 وأنا أعتقد عشان أرفع هذا الحجم لابد زي ما حضرتك بتقول كده أن يكون هناك اشتراك وشراكة في تجمعات كتيرة في الاتحاد الأوروبي في دول البريكس في الاتحاد الإفريقي في دول شرق أسيا لابد أن أعمل كل هذه الشراكات عشان أبدأ أوطن الصناعة بتاعتي وأبدأ أن أصدر المنتجات بتاعي وبالتالي تزيد حصيلة الصديرات المصرية اللي أنا أو كلنا كمصريين بنأمل أن هي ترتفع إلى فعلا 100 مليون دولار إن شاء الله يعني إحنا دلوقتي استعرضنا ما نحن فيها الآن ولكن خلينا نرجع بالذكرة عشان نستفتكر هل كان ممكن ما نحن فيه الآن يتحقق قبل ذلك أيام الحكم الإسلامي أو الحكم المتأسلم؟ يعني زي ما بقول حضوك هي لحظة فارقة إحنا بنقول أن هذه الجماعة الإرهابية ولصنفة دولية الإرهابية وليست فقط من مصر هذه الجماعة الإرهابية كانت دخلة في خلال عبائة الدين يعني دخلة في عبائة الدين والناس بعض الناس سدقت وبدأنا ننتخب 12 مليون مناخب كانوا منتخبين هذه الجماعة ولكن بعد السنة بعد عام من حكم هذه الجماعة طيقن الشعب المصري ولذلك كان خطاب سيادة الرئيس النهاردة بيتكلم على دور المواطن المصري لأن المواطن المصري هو اللي أيقن هذه الفتنة هو اللي أيقن أن هذه الناس دخلها عن طريق عبائة الدين والدين منهم بريء تماما في هذا الموضوع وبدأوا منهم يدخلوا فيه أشؤون المصرية وبدأنا نحس أننا فعلا مخنوقين وبدأ الشعب المصري الشعب المصري هو نفسه اللي بعد مرور السنة من هذا الحكم بدأ أنه يعمل على إعادة مرة تانية إعادة التوازن الداخلي لمصر مرة تانية وبدأنا أننا نختار قيادة تانية بقيادة الجيش بتاعنا عايز أقول لحضرتك في لحظة هذه الثورة في مراكز الفكر كانت في الولايات المتحدة الأمريكية كان باراك أوباما في ذلك الوقت كان عامل مع مجموعة من حوالي 19 مجموعة منهم مادلين أوربرايت ماشي فبيقول لها سألهم سؤالين يعني دول المجموع اللي بتفكر له يعني فيه مشكلة في العالم وابدأوا فكروا لي إزاي نحلها إزاي أن أنا أطلع أتكلم عنها فبدأت تتكلم عن مشكلتين من أهمهم كان بيسألهم سؤال ماذا يحدث في مصر في ذلك الوقت فطبعا مادلين أوربرايت بدأت أنها تبحث وتشوف إيه اللي بيحدث في مصر لقيت أن رئيس عبدالفتاح السيسي لأن فيه بعض الكلام كان بيقول أن هذه الثورة كانت ضد إرادة الشعب أو ضد إرادة المصريين لقيت أن سياطة رئيس عبدالفتاح السيسي كان متخرج من كلية الدفاع الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية الـ NDC وكان كاتب ورقة بحسية عن مستقبل الديمقراطيات في العالم الثالث فقالت أكيد الشخص اللي زي ده اللي بيكتب بحث أو ورقة بحسية في مستقبل الديمقراطيات في العالم الثالث مش هيقوم بثورة ضد الشعب بتاعه بعد ما تولى الحكم على طول بدأ ارتفاع أو بدأ اتخلي على الدعم الأساسي للوقود بتاعنا لو تفتكر اللي هو البنزين وبدأت تتكلم مفيش رئيس ييجي ضد إرادة الشعب هيعمل حاجة زي كده لأن الرئيس اللي بييجي ضد إرادة الشعب أول حاجة هيعملها إيه هيعملها قرارات لاستمالة الشعب حواليه صح أو مسح قرارات علشان يجمع الشعب حواليه مش أنا جاي ضد إراداتكم طب تعالوا حنخفض وحنخفض ولكن قرار زي ده إن يرفع الدعم والمفروض إن هذا الدعم يترفع من 40 سنة عشان حق العدالة الاجتماعية المصرية ما يسويش الفرض المصري ذات الدخل المتدني بالدخل المرتفع لكن المفروض يترفع من 40 سنة بدأت تحلل مادلين أول برايت وقالت إن هذا الشخص ريفورمر هذا الشخص مصلحي مصلح وقالتها ثلاث مرات في اجتماع باراك أوباراما هذا الشخص إصلاحي 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 يبقى إذن إحنا بندل هنا إن هذه القيادة جاية قيادة لإرادة الشعب إرادة الشعب لقى فعلا إن هناك إختناق هناك عدم وجود بنية تحتية يعني هما قاعدوا سنة إلا عملوا إختناق عندنا الإعلام كان محجور بهذه الرؤية ما فيش استراتيجية واضحة لا مش بس كده يعني هل حضرتك رأيت مشروع استثماري واحد في خلال سنة إحنا حاليا في خلال سنة بنعمل العديد من المشاريع ومش بس مشروع واحد طبعا يعني أنا عايز أقول لحضرتك يعني إحنا وصلنا إن سيد الرئيس كان بيفتتح أكتر من 8 مشاريع في اليوم في اليوم في أول أول أربع سنين وما زلنا هذه المشاريع هناك مشاريع استثمارية موجودة في الدولة المصرية لم يفتتحها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلي بالحضرتك وإحنا تعودنا قبل 2011 أو في هذه الفترة أو في هذه الحقبة خلال سنة الإخوان المسلين زي حضرتك بتقولي ما فيش مشاريع استثمارية وما كانش فيه شفافية ما كانش فيه حد يطلع منهم يقول أنا ما بعملش لمشاريع استثمارية إحنا دلوقتي بنلاقي شفافية وإعلان من الدولة المصرية سيد الرئيس في أي محفل محلي أي اجتماع محلي عندنا حتى في عيد العمال لحظي فغير عيد العمال في أي احتفالية بيكلمنا عن المشاكل بتاعتنا ويقول أنا عندي كذا وكذا وكذا مش هقدر أعمل كذا قال لا نرجع تاني للكلمة اللي قالها سيد الرئيس بإرادة الشعب بإرادة المواطن المصري إرادة المواطن المصري هو اللي رفض حكم الإخوان رفض عدم وجود أي استثمار خلي بالحضرتك أنا عايز أقول هو اللي أكبر كمان الخارج على الاعتراف بما يريد هو ده أهم حاجة في المنطقة تعالي النهاردة سيد الرئيس في الخطة بتاعته بيركز على حاجة مهمة جدا حاجتين اللي هو الاستقرار اللي هو كلمة السر بالنسبة للاستثمار الخارجي أو داخل مصر وكلمة تانية هي توفير فرص العمل النقطتين دول هم دول مهمين لأي قيادة احنا ما سمعنا همش في السنة بتوع حكم الإخوان المسلمين إن بيركزوا على فرص العمل عايز أقول لحضرتك معدل البطالة كان في هذه السنة وصل لتلاتاشر في المية احنا الآن بتقرير من مركز دعم واتخاذ القرار وصل لستة وتسعة من عشرة في المية ايه السبب؟ انت عارفوا حضركوا سيد صحر عشان أرفع أو أنزل من تلاتاشر في المية لستة وتسعة من عشرة في المية دول كتير بتحتاج عشان تخفض بس واحد من عشرة في المية لعشرات السنين لكن احنا في خلال هذه الحداشر سنة بدأنا نخفض الناس هتسأل وايه اللي بخفض معدل البطالة المشاريع الاستثمارية كتير هذه المشاريع هذه المشاريع الاستثمارية أستاذة صحر بتبنى بإيد المصريين والأوبريشن بتاحها أو التشغيل بتاحها بإيد المصريين وإن شاء الله ما هو قادم إن شاء الله أحسن وفي مزيد من فرص العمل يعني منتظرة طيب خلينا نتكلم على مستوى العلاقات المصرية العربية ودور مصر العربي والإقليمي يعني مصر قبل 30 يونيو لم تعد كانت بعيدة عن نسجها العربي وعن نسجها الإقليمي كيف استعدت هذا الدور وكيف استعدت أيضا دورها المحوري في حل العديد من القضايا على سبيل المثال يعني الحلول للقضايا الفلسطينية الأزمات الأزمة السورية العراقية الليبية وأيضا لبنان كيف ترتقي هذا الدور نشوفي حضارك زي ما أنت قلت كده دي تكتلات تكتلات فخلينا نبدأ مثلا بالسودان وأزمة السودان من الجنوب لأن أنا بحس أن السودان هي البنية التحتية الداعمة للوطن العربي لو اتهزت هذه البنية التحتية أو الداعم الأساسي أو العمود بتاع الوطن العربي اتهزت جميع العالم العربي شوفي السنة اللي فاتت في عشرين تلاتة وعشرين سيدة الرئيس دعا إلى مؤتمر الحوار الوطني نعم أن اللي يحل مشاكل السودان وهو دي برضو زي ما بقول حضرتك هناك رشدة مصرية في كل أزمة الرشدة المصرية كان بتقول أن يحل أزمة السودانيين هما السوداني سوداني يعني لازم يعودوا مع بعض ويشوفوا إيه هي الأزمات والمشاكل بتاعتهم دول التداخل أي قوة خارجية وده اللي دايما بيركز عليه سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا بد أن نبعد تماما عن أي تدخل خارجي نحن حر إحنا كقارة إفريقية وكوطن عربي إحنا داعمين للقرارات الداخلية الخاصة بتاعتنا ماشي فإذا بدأ أنه يكلم أن هذا الحوار يكون سوداني سوداني وأنا أعتقد أن بسبب هذا المؤتمر ومخرجات هذا المؤتمر أعتقد أن إحنا بدأنا نقلل من حدة التواطر الحرب الأهلية اللي موجودة في السودان بالرغم أنه وجود يعني بنسمع عن قتل كثير ومجاعات كثيرة في السودان ولكن دايما سيدة الرئيس عبدالفتاح لسه أول إمبارة إحنا بعدين بعثين دعم إنساني للسودان أدوات طبية ودعم إنساني كبير جدا للسودان والسودان يعني لا ينفصل ودايما هو سيدة الرئيس بتكلم أن السودان هو جزء من الوطن المصري ومن مصري الأزمة الليبية حضرتك كتير جدا نحن بندعو إلى خطوط حمراء لو تفتكر حضرتك الخط الأحمر اللي خرضه سيدة الرئيس السيسي في سيرت ويتكلب معان عدم تعدي هذه المنطقة ويتكلب معان حاجة مهمة جدا أنا أعتقد أن ليبيا دلوقتي فيه يعني بتنفس هذا الموضوع المرتزقة وخروج المرتزقة من أرض ليبيا ولما تخرج المرتزقة من أرض ليبيا مش هيكون فيه تصدير للسلاح داخل ليبيا وبالتالي مش هيكون فيه ميليشيات جوه ليبيا هذه الميليشيات تحارب الأراضي الليبية أو تحارب السلطة الليبية أو تسرق مقدراتها بالظبط فعلا مسروق المقدرات الآن يعني دايما سيادة الرئيس دايما يعني كان في آخر مؤتمر كان بيتكلب معان حاجة مهمة جدا أن ليبيا لابد أن يكون لها كائن رئيس رئيس وهذا الرئيس عن طريق الانتخابات وعن طريق وجود دستور أنا ما أقدرش أنا كدولة أجنبية في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى دولة عربية أعقد اتفاقيات دلوقتي مع ليبيا أين الكائن ما هو لازم يكون فيه رئيس للدولة دايما سيادة الرئيس بينادي أنه لازم يكون فيه كائن أو هذا الشخص عشان أعقد معه اتفاقيات كذلك لما جات مشكلة قطاع غزة قطاع غزة منذ السبع من أكتوبر من سبع من أكتوبر من أول الهجوم البر الوحشي للاحتلال على هذا القطاع بدأتنا أن احنا أول دولة في العالم العربي تشد يعني ترسل مساعدات بالضبط ترسل مساعدات وما زلنا يعني لم نتوقف خمسة وتمانين في المية من المساعدات الإنسانية كانت من النهاد من القيادة المصرية أو من دولة المصرية أول دولة عمل المساعدات الإنسانية عن طريق الجو وعن طريق الإسقاط كانت مصر ثم تلاتها الأردن والإمارات العربية المتحدة بس كانت مصر هي صاحبة هذه الفكرة الأولى في العالم كله القطاع غازة أول محصلت هذه المشكلة بدأنا طبعا هناك هدن الهدن والاتفاقيات وجماعة من حماس وجماعة من الجانب الإسرائيلي وهكذا ولكن عدم الاختلاف أو وجود اختلاف بين حماس وبين الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يعوق وقوع هذه الهدن وعايز أقول لحضرتك يعني في عجالة عدم وقوع هذه الهدن ترجع إلى عدم الثقة بين الطرفين حماس تريد أن يكون هناك وقف إطلاق فوري للنار من خلاله أن نخرج المحتجزين الإسرائيليين اللي بتقول عليهم أنهم وصلوا الآن إلى 33 محتجز ومنهم اللي مات النظرا لعدم وجود الدعم الطبي واللوجستي الطبي الموجود في قطاع غزة وإسرائيل بتقول أنا مش حابد أوقف النار إلا لما يكون في خروج لهذه الرهائن وحماس بتقول لابد أن يكون هناك وثيقة مكتوبة من الولايات المتحدة الأمريكية هذه الوثيقة بتقول أن أنا لو خرجت المحتجزين حبدأ أن إسرائيل تعمل وقف الإطلاق النار ولكن كانت هناك الرشدة المصرية يوم 21 أكتوبر وزي ما بقول لحضرتك هذا مؤتمر القمم لو إحنا كنا أخذنا الرشدة المصرية دي يا أستاذة صحر من يوم 21 أكتوبر أعتقد أن إحنا ما كناش توسعنا لهذا التوسع الجي سياسي بالنسبة لهذه الحرب رشدة المصرية كانت بتقول إيه وكان بيقول بيكلم عنها سيد الرئيس عبد الفتاح السيس أول حاجة وقف فوري ومستدام والأول مرة نسمع في مؤتمرات دولية عن لفظ كلمة مستدام إحنا كنا نسمع عن وقف إطلاقنا فوري مدى الهدوء مقابل الهدوء ولكن المستدام دي لأول مرة كنا نسمعها تاني حاجة دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية ليس فقط قطاع غزة ولكن كل الأراضي الفلسطينية وده تكلم عنه سيد الرئيس في هذا المؤتمر باستفادة تكلم عن الشهداء والجرحة والأطفال وكبار السن ومدى مساعدة مصر إن هي بتجيبها أولئك الجرحة اللي نقلوا هنا وتعالجوا في مستشفى بالضبط وبدأ يتكلم عن الموضوع دول بدأ يتكلم عن المساعدات الإنسانية الطبية إحنا كنا بنرسل ومازلنا خيم صحية بأطباء لهذا القطاع علشان يعالج إخوانا في القطاع غزة وتكلم أن إحنا عمرنا ما حنقفل معبر رفح والتاني يوم كان أنتونيو جوديرش أمين الأمم الزار معبر رفح زار معبر رفح وتكلم وقال إحنا مش عايزين نقتل الغزاويين أو أهالي غزة مرتين مرة لما حصل الهجوم البر الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي ومرة تانية أن احنا نقفل معبر رفح وعفوا حضرتك احنا كنا قبلها في مؤتمر السلام بنقول أن السيد الرئيس كان بتكلم عن عدم إغلاق معبر رفح تماما ودخول المساعدات الإنسانية وحضرتك عارفين طبعا كلنا أن المعبر ده اتقفل من ناحية الجانب الإسرائيلي فما نقدرش أن احنا نرسل المساعدات الإنسانية إلى الجانب الإسرائيلي لحتى نحنا دلوقتي بنرسله عن طريق معبر كرم أبو سالم شهود العيان هناك بتقول أن هناك منطقة لوجستية هذه منطقة لوجستية أعيز أقول حضرتك كده متكون فيها الدعم الإنساني والمساعدات الإنسانية وما بيوضعوش لأن هذا المعبر من خلال لكن لم يعني لم يتوقف الدور المصري في مساندة قضية الفلسطينية والأزمات في المنطقة طبعا هنعود ل عودة مصر نساجها العربي والعلاقات فيما بين مصر والدول العربية يعني برضو شهدت العديد من النجاحات على المستوى الاستثماري وعلى مستوى السياسي أيضا كيف كانت وكيف أصبحت بعد 30 يونيو تمام عايز أقول لحدك بس قبل أن ننتقل لهذه الجزئية لو تسمحيلي مصر ثابت من ثوابت القضية المصرية يا سيد صحر مصر هي عندها يعني منذ 48 وقرار تقسيم 181 اللي بيقول أن في دولة عبرية مقابل الدولة الفلسطينية في هذا القرار مصر تعترف وجود الدولة الفلسطينية ولكن المجتمع الدولي غير قابل لهذه الدولة الفلسطينية فهو ثابت هذه القضية ليست من 7 أكتوبر ولكن ما قبل 7 أكتوبر الشغل الشاغل للقيادة المصرية عندنا بالنسبة للعالم العربي أو هناك حضرتك يعني حضرة بمثال كده حضرتك في مايو اللي فات أول زيارة لأمير دولة الكويت عندنا في مصر ده إندل دل إن هناك ثقة كبيرة في الدولة المصرية ودل إندل إن هناك ثقة كبيرة في الاستثمار المصري دولة الكويت استثمارها في مصر حاليا من بعد ثور 30 يونيو من بعد هذه الثورة لأننا عايزة أقول لحضرتك خلال العام لحكم الإخوان لم يكن هناك أي شراكات عربية مصرية خالص إطلاقا ولم يفكر المجتمع العربي في أي استثمارات في الدولة المصرية ولا في سيناء ولا في النواحي السياحية بالرغم إن الدول العربية سكان الدول العربية هم من أكبر الدول لمعدل القطاع السياحي اللي موجود عندنا في مصر اللام يفكروا وأعتقد إن معدل السياحة في هذا التوقيت وفي هذا العام قل بدرجة يمكن 45% بالنسبة للسياحة المصرية من هذا أن نحن نفكر في شراكات الشراكات دي بيننا وبين دولة الكويت ووصلت لـ 20 مليار دولار بيننا وبين دولة الكويت بيحكمها 104 اتفاقية وشراكة منذ 30 يونيو حتى الآن يبقى إذن هناك اتثمار قوي كدولة من دول الكويت تعالي حضرتك شوفي مشروع نيوم مع المملكة العربية السعودية والأيد المصرية التي تعمل فيه هذا المشروع وهذه الشراكة المملكة العربية السعودية أول ما بدأت في هذا المشروع مصر أولا معي في هذا المشروع وبدأوا يخططوا لمدينة أعتقد إن هي مدينة هترفع من قيمة من القيمة المضافة بالنسبة للمجتمع العربي عايز أقول لحضرتك كمان إن دولة العراق شوف حضرتك دولة العراق ونفتكر كده مع بعض العام الماضي كان هناك اجتماع مع سيدة رئيس عبدالفاتح السيسي ومع رئيس وزراء العراق ومع ملك الأردن في الأردن وكانوا بيتكلموا عن العراق وكان فيه زيارة للعراق وكان فيه زيارة للعراق آه بالضبط كانوا بيتكلموا عن حاجة مهمة ساحر العراق كانت عايزة الخبرة المصرية في بناء المدن الجديدة تيجي وتنقل هذه الخبرة إلى العراق العظيم يعني عايزين البناء اللي حصلت فيه المدن الجديدة أنت حضرتك يعني طبعا يعني في ظل هذه الثورة وفي خلال 11 سنة بنينا كم مدينة كثير من المدن بدأنا نتوسع ديموغرافيا احنا عايزة أقول لحضرتك البداية كانت من أجندة مصر 20-30 اللي هي التنمية المستدامة ومن التنمية المستدامة عايزة أقول لحضرتك أن احنا الدولة الوحيدة اللي بتعمل تقرير طوعي في العالم على الأجندة التنمية بتاعتها يعني ايه التقرير طوعي يعني مراجعة للأجندة احنا عملنا ايه ما كنا ثم كان أجندة التنمية المستدامة 20-30 لما بدأنا نطبقها في 2015 أيام حكم الإخوان حريعة التنمية المستدامة احنا في التقارير الطوعية الأخيرة من وزارة التخطيط الدكتورة هالا وضعت حاجة اسمها ملف اسمه إدارة النمو السكاني النمو السكاني يعني احنا اكتشفنا فعلا أنه هو بيعمل تآكل زي ما حضرت كده بتعمل تآكل تآكل للبناء التحتية الموجودة فاحنا بدأنا أن احنا نضيف إدارة النمو السكاني طب هنضيفه إزاي هنقول له ما نخلفش لا احنا هنعمل توزيع جديد ديموغرافي للسكان اللي موجودين في مصر وبدأنا ننشئ هذه المدن إن على من الجديدة بورسعيد المدينة المليونية اسماعيلية جديدة المنصورة الجديدة بدأنا نحنا نتوسع في خريطة مصر بدأنا نحن محصولين في السبعة في المية العراق وهذه الدولة بدأت تفكر أنا ليه ما أعملش هذا التكدس السكاني العراق من الدول المتكدسة سكانيا من النهرين دجلة والفراط وبالتالي فيه مساحات شاسعة صحراوية كبيرة جداً في العراق تحتاج إلى بنى مدن جديدة وبالتالي بدأوا يفكروا في هذه المدن الجديدة المصرية وبدأ يكلم رئيس وزراء العراق في ذلك الوقت العام الماضي احنا عايزين الخبرة اللي بانت هذه المدن تيجي وتبنلنا هذه المدن الموجودة في العراق نهيك عن الصناعات الزراعية اللي بتنقلها الدولة المصرية بالنسبة لدولة العراق والأردن ودولة الإمارات المستوردة للمنتجات الزراعية الموجودة عندنا في مصر الدول العربية ونرجع تاني معلش الاتحاد الأوروبي من أولى الدول اللي في العالم الاتحاد الأوروبي اللي بيستورد الحاجة اللي بتدخل فيه صناعة الكمبيوتر اللدائن بنسميها اللدائن اللدائن ديت من مصر هو أول نوع من أنواع التصديل عندنا في المنتجات المصرية هي اللدائن اللي بتساعد على إنتاج اللي هي المموري الخاص به الحاسب الآلي وأجهزة الكمبيوتر والموبايلات وهو كلام ده إحنا بنصدر حوالي واحد وثمانية من عشرة مليار دولار سنويا من اللدائن الموجودة عندنا كذلك العالم العربي بيستورد هذه المنتجات لأن هناك صناعات في الإمارات العربية هناك صناعات في المملكة العربية السعودية كمان الشراقات اللي حصلة في الجزائر لما كان حصل مؤتمر القمة قمة العربية اللي قبل المؤتمر البحرين كذلك كان هناك زيارة للسيد الرئيس عبد الفاتح السيسي في الجزائر إذن هناك شراقات كبيرة وشراقات متنوعة مصنع الرمال السوداء اللي حضرتك افتتحناه منذ عام هذا المصنع اللي بيجني ثمار كبير جدا ومعدل استثماراته كبير جدا أضف إلى ذلك معدل انخفاض البطالة لأنه بيشغل كثير من المصريين في هذا المصنع هذا المصنع يعني في شراقة مع الإمارات العربية المتحدة مع قطر مع المملكة العربية السعودية كل هذه شراقات ميناء العين السخنة ونسمع يعني لسه كان فيه خبر صادر أمس أن هناك شراقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة هذا الميناء المنطقة الاقتصادية الصناعية الموجودة في محور قناة السويس على 400 كم وهذه المنطقة تحتوي على كثير من المصانع ليس فقط الدول العربية ولكن الصين ودول كثيرة من شرق أسيا أرجع تاني برضو نعم دكتور نعم تفضل 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 لشارق أسيا لو تفتكر معي في 2022 كان أول زيارة ما كناش برضو بنسمع عن زيارة كوريا الجنوبية المصر كوريا الجنوبية ورئيس كوريا الجنوبية بيزول مصر علشان يعمل مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في هذه المنطقة الصناعية إذن كلها شراكات هذه الشراكات وستاذا ساحر بترجع إليها زي ما قلنا في البداية الدبلوماسية التسويقية للدولة المصرية إحنا عندنا موقع جغرافي عندنا بنى تحتية الشطارة هنا في القيادة اللي تقدر توصل هذه المواصفات وهذه الأشياء الإيجابية إلى العالم الخارج يعني الحقيقة دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس بشكرك على كل هذه المعلومات التي كانت يعني ممكن مش هايزة أقول تخفى عن المواطن المصري ولكن ممكن تذكرها بشكرك